الله معكم نحن بمناسبة الخمسة واربعين سنة لأعلان أداسة مارش سربل هالقديس هو من عندنا من شهقات الأرض من صخر الصوان لأنه جاي لمن الأمر ولمن المريخ هو من صميم أرضنا اللبنيني عرف يجسد إيمان شعبه وعيش إيمانه بكل بساطة عرف إنه ما في خلاص إلا بالرب لذلك ما تعلق بشي بهالدني إلا بربنا لا عبد أشخاص ولا عبد شهوات ولا عبد مال غرق بالرب ومن هون الرب اليوم ما بيرفضله طلب أكيد من بعد دفنه سنة الـ 1898 يوم عيد الميلاد بعد أربعة شهر من دفنه الأنوار الروحانية صارت شعب من قبره لا حطان القبر يحجبها الأشعة ولا طرابل على سطح القبر حجبها الأشعة لذلك طراب مارش سربل مبارك من أشعة تشربل لذلك عن يشبيه من كل الأمراض وهو وصفه دواء للكورونا ولمرض السلطان وغيره عرد جسمانه بأول مرحلة أول ما شلوه من الأبر تقريبا شيء ثلاثة شهر أربعة شهر وحتى وقفوه بخزانة كانوا الناس يجوبوا سولوا ييدو بقي محافظة على جسده طري اللين وعم بيعرق كمية العرق والدم الناطحة من جسمان القديس لسنة 1950 لذلك ذكر أعلان الطباوي تقريبا تتراوح بين الأربعة وثمينين لتر وما فوق شوي يعني أربعة وثمين لتر دم وعرق ومصل ناطحين من جتة تقلى خمسة واربعين كيلو ظاهرة شربل حتى بجسده عجوبي قدي بالدعوة سنة الستة وعشرين قبلت الدعوة سنة السبعة وعشرين بروما وجبار والرهبان يحطوه بمحلم سكر لذلك كان في مطلع درج حد كنيسة القابل يطلع من الطابق الأرضي للطابق الفؤاني سكر السقف وفوتوه ببات الدرج وسكروا الباب بمدميك صخرية وحطوا بلاطة هنا يركض الأب شرب المخلوب هلأ سنة الخمسين بـ 22 ديسان فتح القبر بسبب نطح الدم من الحاد دم القدي الشرب يدعب التبوت صار يطلع من بان لمدميك على الممشا رئيس الدار بشوف الدم عم يطلع من الحاد بيجيب شغيلي بيهدوا الحاد وبيسحبوا التبوت وشلوه بعده محافظ على جسده لبسو تياب جديدي وفضوا الدمات بلست كبير وكانوا أهم باركي اخدوها الناس بوقتها من عناية وطف لبنان بكل طواقف ويتبارك من هالأديسة عريت جسمانه تقريباً اسبوعين ونص بهالاسبوعين ونص عمل من تلاف وتلاكبية عجوبي كان كلما صار في عجوبي يعملوا مسيرة بالأربان من الدار للمحبسي مسيرة شكر للرب لأنه يسوع هو العم يشفي بس ما بيرفض طلب لهالأديسة العاشق اللحظات حياته معه وكانوا يدقوا الجرس صار الجرس عطول عم بيربع والأربان عطول عالطريق ما كانوا يقدروا لحقوا بالمسيرات عالعجائب عم تشترح بشفاعة الأديسة ظاهرة الشربل حرك دعوة التطويب بروما لذلك نقوله عجوبتان تعلنوا طباوي عجوبة سكندر نعوم عباد حدان من بعبدات رايحوا جاروا على السهرة جاروا ماشي قدامه طلع غسل شجرة قدامه زيحوا فلطوا إجر شاكل كعين سكندر نعوم عباد أدحلوا العين مع الريتين مستحيل بعد يقشع ما بينعملوا عملية صلى للأديس الشربل وخليه يقشع بلون شبكة عين العجوبة خرق الطبيعة لذلك اختاروها تكون عجوبة تطويب واختاروا عجوبة تانية كان بدون عجوب تانية بنقون تقريبا شي 18 ألف عجوبة كان صاروا مسجلين بوقتها المعراهبي اسمها سور ماري أبال كوماري من رهبات اليسوعية الألمان الأداثان كانت عاملة صفحة عمليات وعن تموت جابوها على الحمالة ونعموها حد القبر بتشوف البلاطة عم تنضح تمسح إيدها على البلاطة ومسعد يسمها وراحت من هون هي حاملة الحمالة وشفيت كانوا هالأجوبتان اللي اعتمدوا عليهم بالتطويب بروما وأعلن طباوي بختام عمال المجمع الفاتيكاني الثاني بخمسة كنون الأول سنة 1965 النهار اللي أعلن في طباوي كان في مرة اسمها مريم عوال من حمانة كانوا سكروا الزعيمة بالسلطان حتى ما بق فيها تبلع شيء تفوت شيء على بطنه كان الدكتور أنطوان عطل له المهتم فيها ومتصل بكذا طبيب بالعالم تقدر يخلص المرأة ما فيه مجال تيجي لهون تاخد قطني علي عرق دا من القديس بتحتها بتمة والقطني فتحت للطريق واختفى المرض كله من الحنجرة وشفيت بعد اسبوع راح تتشقع الطبيب تفاجأ لقيها بعد طيبي قالت له أنا ما بنشي قال كيف ما بنشي قالت له طلعت زرت القديس شاربين وشفاني عملها الفحصات بيّن فعلا الشفاء بما أنه فيها كل الفحصات الأديمي والفحصات الجديدة رفعتها الأجوبة لروما دغري وعلى أساسها أعلن طبا قديس بـ 29 سنة 1977 كان أول طباوي وأول قديس بيعلم مشتر حسب الأوانين من الكنيسة الكاتوليكية قديما كان الشعبي أدس الشخص بجروم ما أخلت قرار طيب كون طباوي بدي يعمل أجوبتان وطيب كون يعلق الأديس بدي أعجوبتان لذلك صارت صار فيه صعوبة بأداسة الأشخاص بديهم يعملوا عجيب طيب يسوروا طباوين وأدسين هلأ بسجلوا أنا صار لي من سنة الواحد وثمانين بهالدار تقريبا 33 سنة بسجل عجيب بسجلت مسجل تقريبا 29 ألف وأربعمية واثنين وخمسين أعجوب إلى غاية اليوم من هالأعجيب عشرة بالمية مع غير معمدين من كل التواقف لأنه مرشربل ولا مرة أصم طائفيا مع كل اللي عم يلتجوا لألوه عن يتم الشفاء هلأ فين بنقوا لا شفاني أنا شففلين وأنا ما شفاني اللي بيعرفوا مرشربل بشفاءه بدي يتقدس بيشبيه حتى يتقدس بشفاءه ولي بيعرفوا بواجعه عم يتقدس بيعطيه القوة يتحمل واجعه وبيطلع الإنسان يديس بواجعه بس ما حدا بيقصد إنديس شربل وبيرجع متل مكان بحب شدد على الفكرة إنه في طير ناس عم ينقوا ليش بيشففليني وأنا ما شفاني عارفك بواجعك عم تتقدس عم بيعطيك القوة يتحمل واجعك تطلع قديس بواجعك ونتفت إيمان أتحبت الغرد عم تغير وجه الدنيا متل ما صار مع مره نكفرفه أم عندها بنت طبيبي وثلاث شباب صوت معدتها توجعها ما حبت تخبروا ليلة عصبية تعطلهم عن شغلهم باليام الصعبة تتحمل واجعها وتاخد مسكنات وصخن وإلى آخرين تحملت واجعها ثلاث شهر ونص بعدين بلج جسمها يورم اشتلقت عليها بنتها طبيبي اخدتها طارت عملتها كل البحصات ونسربوا ع البيت ثلاث نتيجة كلها سلطان من رأسها لإجرية درجة رابعة ما بقي نعمل لاشي ابنا بيركن ع المحبسة بيركع بالغرفة اللي ميت فيها الانديس صلى من كل قلبه طلب من مرشا بلي شوينه أمه وننزل اخدها كمشة طرابة عن القبر وصلوا ع البيت عملينها لقمت عشرة وحطوا له طرابة مرشا بيل حد منها صارت تشيل طرابة مرشا بيل وتحطهم ع الاكلات تبعها وتكلهم أول ليلة بثنان بلا واجع شس ساعة أربعة ونص الصباح بيظهر له الإنديس شاربيل قال لي أنا شبيتك وكل 24 الشهر بكتتلع تزوريني بالمحبسة وصل لثلاث شهر بجي بزور الإنديس ومن بعد ما زور المحبسة بيجي لها بلشت واحدة هلأ صار عم يجيشي خمسين شخص معه من الكفار ومن المنطقة من أوليك ظاهرة راهي بأنه وعدت الصبح كتير مرتاحة عملونا فنجي القهوة كمان حطت طراب مرشا بيل فأبرنون وشربت القهوة قلت للمنتا يا عمي أنا ما بقمني شي حاسي بحالي خلقت من جديد خلقتها أما جلل ابنتا جللت لكل الفحصات اللي كنت عملتن طلعت الناتيجة اختفاء السلطان كليا من جسمه بدرجة رابعة وبنتفت إيمين قد حبت الخردل وبحبت طراب عن أبر الإنديس العجوبي رهيبي لأنه بدون أي علاج بدون أي حب الدواء بنتفت إيمين وبحبت طراب تم الشفاء اختفاء المرض السلطاني درجة رافعة من كل الجسم هلأ بنعيده لليام صرت مسجل 12 عجوبي كل العجوبي بحضت أحدث إن كانت مع طفل أو مع خطيار وكمان في العجاية بمشكلة مثل الأجوبي هلأ البين إليه مع مرة دي اسمه دانيالا ملتياد كالوشيرو من موليد رومانيا متأهلي من أنطون منصور شوشاني من المصيد ببيروت موقبين في النمسا وموظفي في الدولة وأم لثلاثة أولاد وهي إنجلية وبتعرفوا الإنجلية لا بيأمنوا لا بالعذرة ولا بالإندسين هلأ هالمرأة أصيبت بمرض السلطان بمعدتها عملولها وصفولها من بعد الواضير والفصات والإلى آخرية وصفولها جلسات كيميائية بس تخلصوا نعملولها عملية شيلوا العضو المسبب للمرض هلأ عملولها كل الجلسات جوابا نعملولها العملية لقيوا السلطان بعد المنتشر نرعوا جددوا لعشرين جلسة قبل ما تبلش بجلسات جديد جاوزة أخذ لها حنجور زيت مر شربل قال له صلي لي شربل وشرب الزيتات وهو بيشبك شربت الزيتات صلط له واجت على الجلسة عادة الطبيب بيعمل تاست قبل ما يبلش بالجلسات عمل تاست شيف المرض اختفت قال له بأجلك الجلسة للأسبوع القادم ما راح عمل لك جلسة اليوم اجت الأسبوع القادم عملولها كل الجلسات الفحصات بيان اختفاء المرض كليا من جسمه ما بقى بدي حط عملية فبتجي من النمسا لهون تشكر مر شربل على شيفاء السيدي دانيالا ميلتياد كالوشيرو بياخد الأجوبة الثانية صارت مع السيد فؤاد حنع السيف الموديد كفرحاط الكورة متأهل من السيدي أمل ادمون جبور من كفرحاطة وهو من طائفة الروم الارتودوكس يخبر عن حالة الصحية المرفقة بالتقارير الطبي بسبب الأوجاع والألام التي انتبتني دخلت إلى مستشفى النورين فاهتمت بعلاجي الدكتور هاني خوري فأجرى لي صورة للرئة فتبين وجود ورم في الرئة فزرع خزعة ليعرف نوعية الورم وأثناء أخذ الخزعة كنت أصلي لمار شربل فرأيت مار شربل واقفا قرب مكلة التصوير وبعد 15 يوم جاءت النتيجة للزرع إنه سلطان ولكنه ميت فتعجب الأطباء من هذه النتيجة وطلبوا صورة بيتسكين فجاءت النتيجة سلطان بحجم أربع سنتيمتر ولكنه ميت فقرر الطبيب إجراء عملية لاستقصال المرض من الرئة فاستأصله وبعته إلى الزرع وجاءت النتيجة سلطان ميت فشفيتم المرضي بشفعة للشربل فجئت لشكري مرفكا بالتقارير الطبي وسجلت العشوب فالشكر لله ولمارشل هذي صورته مع مدامته السيد فؤاد حنع السيف الأجوبة الثالثة مع السيد جورجان عيسى من وليد دار الأمر متأهل من السيدة رولا جوزيف فياض من أكار أب لولد واحد اسمه روبيرتو مغترب في أنديانا بأمريكا ومكيم فيها مع عائلته وكما يخبر عن حالته الصحية المرفقة بالتقارير الطبي أنا نوقع أداء جورجان عيسى المقيم مع عائلتي في أولاد أنديانا الأمريكي وأعمل فيها أفيد أنني من سنة ونصف أصبت بواجع أليم في ساكي اليسرى ولم أعد أستطيع أن أمشي أو أعمل عندها توجهت إلى طبيب المختص الذي أجر لي صورة شعائية وتبين من خلالها أولا انتفاخ بين الخرز الثاني والثالثي منتشرا مع تلال المفاصل الوجهي وتضخم فلافون الرباط وبعض عناصر الورم الشحمي فوق الجافية مع تديق القناة المركزية المعتدل إلى الشديد وفي سنة 2022 كنت في زيارة مارشربل وقدسته في المحبسة وكان المحتفل بالتبيحة الإلهية الأب الويس مطر وبينما كنت واكفاً وصورة مارشربل في جيبي بدأت أشعر بالألم والحريق في ساقي عندها ركعت مصلياً طالباً شفاعة القديس على الرب يسوع ونعمة شفائي فشعرت بأن الألم كتزال بالكامل وسمع صوتاً بيقله أنا شبيتلك ابنك كمان لأنه ابنه عنده مرض الكرون بمصرينه هلا ابنه بعد ما عمل الفصاتة يبين إذا شفي أو بعد بس ساعة بيعمل الفصات ويكون فعلاً اختفى المرض رح يجي كمان من أنجانا لهون تساجل عجوبي فالزالمي شفي دغري رجع جيت تساجل عجوبي قلت له أنا ما فينا ساجل خبرية بك تجيب لي تقرير طبي راح على أنجانا وعمل الفصاته عند الطبيب تم الشفاء كلياً وبيجي من أنجانا لهون وساجل عجوبته بستعاش أيلول ألفان واثنان واثنان وعشر هذا هو مع مدامته العجوبي في أوتوا وخدعت لمرتين للتصوير بالأشعة ونفحوصات الدم وسمحوا لي بمغادرة المستشفى قائلين لي بأنهم يتصلون بي فانتظرت مدة ولم يتصلوا بي كان في وقت المرض الكورونا بأوجه لذلك ما عاشي يستقبل المرضى فجئت إلى لبنان وأمضيت فيه سنة ونصف مدامة 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 أمضيت فيه سنة ونصف وكان ذلك في بداية الألفانتسعة عشر حيث عدت إلى كندا فحصلت لي جلطة في الرجل اليمنى دخلت المستشفى وأجروا لي الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب الجلطة فابتدأت ألامي بالإزدياد فأخدعوني لعملية زرع خزعة فجاءت النتيجة أنني مصاب بمرض السلطان في الرئتان والكبد والغدل الانفوي وجدار المعدي فأخدعوني للعلاج الكيميائي القوي لمنع انتشار المرض وتوقيفه لمدة ثمانية أشهر وقرروا بعدها إجراء عملية جراحية لاستقصال المرض وقبل العملية وصلتني زخائر مارشاربيل فابتدأت بأخذها وأجرعوا العملية وجاءت نتيجة للزرع أن لا وجود لمرض السلطان يا بس أخذ بركة مارشاربيل اختفت سلطان كلية من جسمه وتم شفاءه ولم يصفوا لي أي دواء فشفاءه تم بشفاعة مارشاربيل فجئت من كندا لشكره وسجلت الأعجوبة بتاريخ 16 أيلول 2022 تمجر الله في قدسية السيد بولود شرجز الحاج من بعدها السيدي ريتا خليل النوار من وليد يحشوش متأهلي من السيد أنطوان النوار أم لثلاثة أولاد مقيبة في السفرة وكما تخبر عن الحالة الصحية المرفقة بالتقارير الطبية إنه في شهر شباط 2010 تعرض لنوبة كوليسترول قوية أثناء عملي فأغمي عليه فذهبت لمراجعة الدكتور يوسف خليل فطلب مني إجراء فحوصات وتحليل للدم وبنتيجة هذه التحليل تبين أنني أنه لدي مستوى كوليسترول مرتفع جدا وهو موروط من الوالد الذي توفاه الله عن أمر 46 سنة بالسبب هذا المرض بعد ذلك ذهبت إلى الدكتورة إليزابيت أبو جودين اختصاصها في الطب الداخلي التي عملت على مطابعة حالتي منذ 2013 ومن تاريخه جربت كل الأدوية الموجودة لمعالجة الكوليسترول ولكنها لم تناسب جسمي من ناحية العوارض الجانبية بحيث أن كل مفاصلي وعضلاتي كانت تؤلمني بسبب تركيبة هذه الدواء حتى الشركة زيتها اللي بتعمل إليون الكوليسترول عملي إبهة رخصوصية ويحلوا الشخص فيها بيقشط الكوليسترول كليا حطوه للإبري جبوا للإبري الشركة وعملو للإبري بدل ما يقشط الكوليسترول ويتفع معه صارت هماما للشركة تعرف شو الأسباب اللي عم تخلي الكوليسترول مركز به المرأة وصاروا يعملون البحوصات على حساب الشركة تلاقي دواء فعلا يواجه هالمرأة وبعد أن فقدت الأمل بنجاة توجهت لزيارة طبيب السماء مارشاربيل وقصدت المحبسة وركعت وقلت له هيد المحبسة اللي كنت عن تركع وتصلي فيها جاي استمدت منها الضعف كوي بجاه دموع أمك بدي نقطي الدم منك تغسل دمي وتشبيني من مرضي بأي طريقة فاشفع فيها عند ربي يسوع المسيح وشبيني وبتاريخ 10 إيلول 2022 كنت بإجراء تحليل طبية جديدة وأنواتكا من شفاعة قد الشربيل وكانت الأعجوبة بحيث انخفض معدل الكوليستيرول لأول مرة منذ تشخيص مرضي بحيث أصبح المعدل أحسن من طبيعي فشفيته بالشفاعة مارشاربيل لذلك جئت مع زوجي لشكري مرفكة بالتقرير الطبي وسجلت الأعجوبة بـ 17 إيلول 2022 السيدة ريتة خليل النوار وزوجة أنتوان أنتوان النوار الأعجوبة بصارت مع السيد جيتانو فؤاد يونس من تحويتة النهر موظف ومطرب محترف ومقيم في كفرشيما يخبر عن حالته الصحية المرفقة بالتقرير الطبي كنت أعاني من سرع لمدة ثمانية أشهر فرجعت الدكتور رولاند موسى فطلب لي سورة سكانر وبعدها سورة إيرام فجاءت النتيجة أن هناك أربع دمل على الدماغ مع ماء ضغط في الرأس ووصف لي علاجاً لتهدئة السرع ودوء مهدئ للأعصاب لأنني لم أكن أستطيع النوم وطلب مراقبتي كل ثلاثة أشهر بأخذ صورة مغناطيسية مع أبرم لوني فخضعتني صورة الثانية والثالثة وكنت أرغب في زيارة القديس شربل وطلب شفاتي عن الرب في هذه المرحلة لكنني لم أكن بزيارة لأن سيارتي كانت معطلة هو بالتصليح وبعد يومين أتتني صديقة كانت في زيارة القديس شربل وسلمتني زخائره فابتدعت بأخذها على الفور وأوقفت كل الأدوية فعندما أتى موعد الصورة الرابعة تفاجأت طبيبة الأشعة بأن الدمل لا أثر لها والماء في الرأس أصبحت طبيعية فأخبرت زوجة طبيبي بأنني أخذته من طراب مارشربل وذخيره وأنني أوقفت أخذ الأدوية وأنا مارشربل شفاني كذلك كان رأيي الدكتور إليس سلامي الذي صرح لي بأن هكذا دمل يستحال أن يختفوا بدون عملية جراحية إنني صرح بأن مارشربل شفع فيه عن ربي وشفاني لذلك جئت لشكري وسجلت الأجوبة بتاريخ 18 أيلول مرفقا بكامل التقارير الطبي فالشكر لطبيب السماء مارشربل على أرض فإذا السيد جيتانو فؤاد يونس من تحوية النار أخر أجوب رح خبره صارت مع كاهن لاتيني بإيرلندا يبلغ من العمر قرابة السبعين يخبر عن حالته الصحية أنه أصبت بمرض في المعدي وكرر لي عملية جراحية صعبة وخطرة وتأخذ قرابة الست ساعات خفت كثيرا من إجرائها فالتشأت بالصلاة طالبا من مارشربل شفاعتهم عن ربي وإلهية سوى المسيح لكي يمنع علي بالشفاء لمتابعة خدمة الكهنطية فدخلت غرفة العمليات وكل ثقة بأنه سيشفع فيه عن ربي أجريت لي العملية والسؤس للمرض ولم تأخذ من الوقت إلا ساعة نجحت العملية وشفيت وجئت من أورلندا وسجلت العجوبة بطريق 7 إلول 2022 فالشكر لك يا رب هولي را خبروا اليوم هلا أكيدي مارشربل منو عن يرفض حدا كل اللي عم بيلطجوا لقلوا عن يلبيت مطالبهم قريب كتير من الناس بحللوا المشكلهم بشبيلوا المرضى حتى بيقيم موتهم بعض الأحيان لذلك صرخوا لهالإنديس بها الأيام الصعبة الخاصة اللي مر فيها لبنان لأنه شعبنا جيعان يعني يموت بطريقة كتير بسيطة يعني عن يقدر يأمن دوا ولا عن يقدر يأمن معيشي وكل شي مقطوع بهالدولة ما فيه إلا رجالنا وإيماننا بالرب يسوع بلنصلي من كل قلبنا من أجل لبنان تيرجع شعبنا يعيش بكرامة نطلب بركته القلديس اللي بيعرف عن حاله دائما للغرب أنا مارشربل لبنان جاي إشفيك عامل عائلته لبنان انو يلتفيت إلى لبنان وطنه الموجوع اليوم حتى يشفي من مرضه يرجع ترجع الكرامة لشعبه والفرح والسلام يعيش عشو بقلو بالناس بشكر للأب شادي بشارة العطول عم بيهتم بنشر كلمة الله وبعجيب مارشربل وإن شاء الله يعطيك القوة حتى تتابع المسيرة وبنشكر مارشربل اللي نحنا بديره ونحنا منعتز انو عايشين بجوار مارشربل إن شاء الله يظل باركنا وبارك عيالنا وبارك وطننا أمين اللي بارك 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 اللي بارك